اسمع كثيرا تعبير أشهر من نار على علم فهل تعرف أصل ومعنى هذا النثل أو هذا التعبير؟ ألا نستخدم هذه النطولة للتعبير بها عن أن شخصا لا هو شخص وشهور فحين تجد صاحبك لا يعرفه فتطرم له يا رجل اغلب أشهر من نار على علم وأحيانا نستخدم هذا التعبير للمديح أو الإطراء أو حتى للسكرية سوية كانت مجد أو بمزاح مثلما تثني في جلسة مع شملة من أصحابك وتثني في جلسة عبارة عن رسلة من أرضفك والمزاح طيب ماذا إذن أصل هذا المثل أو هذا التعبير؟ أي لا كلمة علمنا ليست كما تعتقد أنها علم الدولة لكن المقصود بهذه هي الجبل فالعرب في الأيام النادية كانوا يشعلين النار على الجبال نجاوبة من مساكنهم حتى إذا مرعب المساعدة في حاجة للمساعدة يعرف أن هذه المنطقة مسكونة ومها أوليس ويمكنهم تقديم المساعدة لهذه هي قصة التعبير أو المثل الشائع أشهر من نار على علم إذا أعجبك الفيديو تكرم بالضغط على زر الإعجاب وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك وشكرا لك على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر